ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وفدى مملكة البحرين إلى قمة مجموعة البريكس التي تعقد تحت شعار التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين في مدينة قازان بجمهورية تاترستان في روسيا الاتحادية برئاسة فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك المعظم وسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيتهما بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة وقال الزياني إن مملكة البحرين تؤكد تقديرها للرؤية والأهداف التي تجسدها هذه المجموعة الطموحة المتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتكريس التعاون بين الدول وأضف وزير الخارجية أن السعي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط مسألة ملحة ومحورية لاستقرار العالم وأكد زياني أن هذه الحاجة الملحة كانت نقطة محورية للقمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي يهدف لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين مشددا على أن الشرق الأوسط الآمن والمستقر من شأنه أن يعزز بيئة حيوية ومستدامة تزدهر فيها التجارة والاستثمارات والنماء مضيفا أنه من خلال الدعوة الجادة إلى وقف فوري للحرب على غزة والمطالبة بوضع آلية للتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بالوضع في لبنان ووقف التصعيد يمكن للدول الأعضاء في المجموعة المساعدة في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا للشرق الأوسط وللعالم أجمع وفي ختام كلمتها أكد زياني أن القوة الجماعية تكمن في الالتزام الثابت بالسلام والاستقرار والاحترام المتبادل وتعاون المشترك والتضامن الإنساني ترجمة نانسي قنقر